قلف هات البنادق تسير الحياة في تعيز وإن حاول الناس استعادة تفاصيلهم اليومية بعيداً عن الحرب والمظاهر المسلحة في هذه الشوارع الخلفية لأحياء الجحملية وسط مدينة تعيز ما يزال أفراد المقاومة يتخذون أكثر من طريق للوصول إلى هدفهم النيائي وحسم المعركة لصالحهم فالحي الذي يمتاز بتقارب وتآلف بين السكان قبل المباني يشهد مواجهات متقطعة بين المقاومة وبعض أنصار الجماعة الإنقلابية في المدينة وهو ما حوله إلى أهداف للرصاص والقذائف كما صار مسرحاً للقتال ضاقت الحياة في هذا الحي كغيره من أحياء المدينة المحاصرة إدان وما من متسع للعيش في ظل القتال والقصف فالأخبار القادمة لا تسر بل تلخص مشهد تعطيل الواقع هنا كما تخط الحرب أثرها في كل شيء وتتخلى الأشياء عن وظيفتها في الحرب بما في ذلك الأبواب والنوافذ كل طرف يتربص بخصومه اتبقى المسافة بين الرصاصة والضحية مصدراً للخبر وفي أفضل الأحوال لا أنباء من هنا سوى الرصاص والحي الملقي خارج الزمان الآن ومنفذ لا يقدم لك سوى ملخص للمشهد على هامش الحرب فقط حيث تتبادل المقاومة مع الإنقلابيين القنص هنا لا تبدو المعركة على وشك الانتهاء أيضاً ينفذ أفراد من المقاومة مهمة جديدة وطارئة بكل حذار ربما يرصدون مسرح العمليات القادم وإمكانية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهجوم هناك حيث تسكت المآذن على وقع الرصاص ويسقط العدل على أيدي الجماعة التي تصطبغ الجدران بدعوات الموت عليها هذا المشهد يكشف عن أن زعماء الحرب في تعز وغيرها من البلاد هم أصحاب مشروع التشضي في المجتمع المحلي وقادة الخراب فيه اشتركوا في القناة